أهلاً أحبائنا المشاهدين موضوع في هذه الحلقة لا تخف الكلمة الأخيرة للرب وهي كلمة بتشجعنا وكلمة بتعزينا وكلمة بتفرحنا كل اللي عم نسمعه حوالينا بصراحة شيء مزعج وكنا نظن إنه موضوع الكورونا مع كل التطعيم والفكسين واللقاح وكل يعني التحفظ والحذر والانتباه من كممات من نظافة من مسافات من بعد إلى آخره من الفحوص المستمر الPCR للصفر وإلى آخره كنا نظن إنه هذا الشيء بساعد ويمكن يريحنا ويطلعنا شوي ابتدينا نتنفس الصعداء وفجأة اليوم عم بخبرونا في نوع فيروس جديد اللي هو طالع من نفس الفيروس بس معدي أكثر ويمكن يمكن مش متأكدين بالأخبار إذا ممكن يكون أخطر أو مش أخطر ولكن هذا الموضوع طبعا بهم الأطباء في هذا الموضوع فكتير من الناس كل برامجها اتعطلت صار فيه يعني حواجز صار فيه منع صار فيه حظر وكل ما طبعا في هاي أيام الشهر الميلادي الناس عاوزة تفرح أكتر وتنبسط مع قلتها عم نشوف قوانين وهي القوانين كلها عم بتصعب الأمور واليوم يعني أنا كان عندي صفر بكرة لمصر وتفاجأت إنه في كندا عملي حظر أو منع الصفر لمصر وطبعا يعني عملت الحظر على عشر دول أفريقية منها مصر وطبعا الأمر غريب وعجيب جدا لأنه يمكن فيه ست حالات بالفيروس الجديد اللي اسمه أوميكرون وفي كندا بس ما سمعنا ولا حالة موجودة في مصر هو مين اللي لازم يعمل حظر على الصفر مصر ولا كندا وطبعا مصر يعني بلد حضاري بلد فيه الطب والمستشفيات وكل الإمكانيات الهائلة وبلد فعلا متحضر جدا وأنا كنت باشتياق إنه أروح لمصر مرتب خدمات والخدمات رح تكون على الفضائيات بث مباشر واليوم فجأة عملة حظر كندا واحدة من الدول مصر وطبعا هذا الأمر غريب وأنا عم بتواصل مع أصدقائي كتير منهم في حالة الغضب في حالة الحيرة مش فاهمين ليه ليه المنع السفر على مصر وإلى كل أمور مع إنه عم نتخذ كل الأمور المحتاطة والحقيقة يعني الله هو سيد الأحداث والكلمة الأخيرة للرب ومشيئة الله لازم اتم ولكن طبعا أنا بالنسبة إلي اتضايقت كتير لأنه عندي برامج كتيري كان وتصوير وكتير موضوعات اللي لازم أعملها من مصر ومصر بحبها لأنه بعتبرها زي بلدي ولكن أكيد إرادة الله أكبر وأصلح وأهم يمكن من الفكر بتاعي ولكن على أي شيء الناس ابتدأت تزداد في الحيرة والارتباك طب خبرونا يا جماعة الوباء هذا إلو حل ولا ما إلوش حل إلو علاج أو ما في علاج لهذا الوباء وكل الانطلب منه حافظنا عليه وقطعنا القوانين وعملنا كل اللي لازم يعمل ولكن كل يوم القوانين بتتغير زي ما تغير اليوم القانون طبعا بالنسبة لموضوع مصر فالناس عم تزداد حيرة في هذه الأيام وبالحقيقة اللقاح والفكسين وهذا كل اللي بنحكي عنه اليوم فيه بين مؤيد وبين معارض بين مشجع بين الرافض بين اللي بيعتبرها من ناحية الدينية غلط وبين اللي ما بيعتبرها أنه هذا شيء مرضي يعني محتاج إلى علاج ومحتاج إلى اهتمام مثل ما بتوصينا الحكومي وهذا مش الموضوع اللي أنا عاوز أتكلم فيه بس الناس فعلا عم بتخاف عم بتخاف من المستقبل عم بتخاف من المجهول عم بتخاف من من سيأتي طب شو إذا اليوم عم بيعملوا فينا وهاي دول متحضرة دول متقدمة جدا وعم بتمارس طرق الخوف على رعاياها طب إيه اللي رح يصير مستقبلا وأكيد يعني هن فاهمين أخبار يمكن أكتر منها بس أنا بصلي مثل ما بيتكلم الكتاب أنه الله رح يحول كل الأمور للخير وكل الأمور لمن فعت الإنسان